المهم راح أبوي وأخذ غداء ورجعت غدينا وقاعد أذاكر وأخلص وأجباتي لينجلي وكنت قاعدة في غرفتي فجأة أبوي دق عليه باب الغرفة وأنا قمت فتحت الباب وكلمني أبوي وقال بطلع عندي كم شغلة كذا بسويها بسرعة وارجع تيبي شيء دقي عليه وكلميني قلت هلا طيب قال يلا بقفل باب البيت من برة واطلع من البيت ورجعت فراشي وكلمت صديقتي بالسالفة وكل شيء قلت لها تتوقعي في شيء أبوي يخبيح عنه قالت في كثير أشياء ممكنة بس أنا بقول لك اللي أشوفها أكثر احتمال قلت لها طيب تكلمي بسرعة قالت طيب يا أم أبوك بدأ يتعاطى يا أم أبوك في بنت في حياته يا أم أبوك في بنت في حياته يا أم أم متزوج غير أمك أنا صدمت من كلامها رديت عليها وقلت لها لا مستحيل أبوي يحبنا وما بيسويها أبدا ومن هذا الكلام قالت شوفي أنت طلبت رأيي وانتكلمت هذا يلي أشوفه ممكن من تصرفات أبوك قلت لها خلاص قفل على السالفة تصبح يا أخير أنا بنام ونمت وصحيت وجهزت وأكلت زي كل ما وطلعت على المدلسة والدرس لين جاءت الفسحة وكنت أنا وصديقاتي جالسات في ساحة المدلسة فجأة جاءت الوكيلة وقالت أبوك في الأدارة روحي لين عنده وخذي شمت تتك معاي قلت لها حاضر وأخذت أشائي ورحت لين الإدارة ولقيت أبوي وقال استأذنت لك عشان أرس خالك مبحلو يمر عليك وأنتي في المدلسة روحي مبسطي فاستغربت وقلت له لما ينفع بتتراكم علي الدروس وزي كذا قال لما يهمك عادي بساعدك لين يخلص العرس سكت وقلت له طيب زي ما يعجبك وطلعنا ورجعت البيت وقالت جهزيني وجهزي أشيائك بأخذك بعد الغدا لين بيت جدك عند أمك قلت له طيب بس لو ممكن نتأخر لين الساعة سبعة لأنه أبي أروح عند صديقتي أبوي صدمني بردة فعلا شوفوا يش سوا عطاني كف وقال لا أنت بتروحي بعد الغدا وغصب عنك تفهمي ولا ما تفهمي أنا دمعتي في عيني والغصة ترحرك قلبي مستغربة أنا وش سويت عشان سوي كذا ومش عارفة وش في قلت له طيب بخليك تاخذ راحتك أنت ويلي معاك الكلمة طلعت من فمي ما كنت قصده شي قلت له خذني الحين ما عدا بتغدى ولا شي وهربت على غرفتي وقفلت على نفس الباب وجلست على فراشي وأبكي وصراخ ومشتت أوضاع حرفيا هذا ما هو أبوي اللي أعرفه أبدا ما مد يده علي أبدا وأصلا ما في سبب يستهل حتى ولو صرخت عليه وبدأت أشك في أبوي من اللحظة هذه وبدأت أربط كلام صديقتي بيليسي المهم أبوي راح جاب غدا وكلمني واعتذر لي وأنا سامحته وقلت له طيب عادي وما بينت له أنه أنا بديت أشك فيه سألني أبوي قال لي وش تقصدي بأخذ راحتك أنت ويلي محب قلت له خوي عنك يلي جو عندك أمس قال ها متأكدة ما في شي موزع لنا قلت له لا من يزع لنا كيف أزعل منك أنت أبوي وأكثر شي حب في الدنيا ومن دل كرام قال طيب الحين جهزي أشيائك خلاص انتظرك لين تلبسي عبايتك وكل شي أنا بطلع انتظر بره البيت انتظرت لين أبوي تطلع من البيت وبسرعة أروح لين غرفته أشوف لو بحصل شي أو شي فاهمني وش اللي مغير أبوي دخلت الغرفة طبيعية وما فيها شي فكرت لو ممكن أحصل شي في جيبة بما أنه قالت صديقتي ممكن بدأت عاطا كان في ثوب قربت من الثوب ودخلت يدي مخبات أبوي وحصل ساعة نسائية أنا استغربت قلت ممكن أبوي جايب ساعة جديدة لأمي لأني ما قد شفتها من قبل حصيت كذا تركت ساعة مكانها ورجعت كملت جهز وطلعت من البيت وأول ما طلعت من البيت حصلت أبوي جالس قدامي يقول وينك تأخرتي ويلا بسرعة بنتأخر أنا ما نفاضي لك اليوم بطولة وزي كذا قلت لأ لسه ما رضيت من الأولة جايب الثانية قال يلا يلا أركبي الله ياخذك وراح يقفل الباب وأنا ركبت السيارة وجلست مغطي على وجهي وأبكي وأبوي ركب وشغل السيارة ومشي مشي هنا لين نص الطريق قال أبوي خلاصة تبكي أنا آسف عصابي تعبانا مع الشغل ولأني ما نمزين سامحيني يا بنتي أنا ما رديت عليك وتجاهلت حرفيا وهو جالس يكلمني فجأة جاه التصال وقالي لحظة برد بسرعة وأرجع أرضيك يا بنتي رده قالي عبدالله أمس لما جيت عندي نسيت ساعتك على السريل وش رايك اليوم تيجي وتاخدها ومنها نفلها وننبسط أنا وقتها أرفت كل شيء وأقلبكم أتوقع فهم القصة كلها أنا رجعت أبكي بقوة وماني قادر أمسك نفسي لأني عرفت أبوي ويش في بالك وقفل وحطي يده على كتفي ويقول هاي بنت شفيك تبكي لسا كنتي هادية وقلت له لا تكلمني لو سمحت ومن غباوتي ما قدرت أمسك نفسي وبدأ يشك أنه أنا عرفت كل شيء قال دام كذا برجعك تجلسين عندي لين أرضي وما بأخذك بيت جدك إلا وانتي راضية وأنا صرخت وقتها لا خذني أنا راضية ما فيني شيء ورد علي حركات زمان عرفناها لين نوصل البيت وحسابك عندي الحين انطمي ولا يطلع من فمك حرف ولا بتشوفي شيء ما يعجبك